مرحبا معاكم الدكتورة مهابادات أخصية أطفال اليوم رح نحكي عن متلازمة تفقم الأطراف عند الأطفال أو ما يعرف بالفوكميليا هي متلازمة جينية نادرة جدا وتشمل عدد من التشوهات الخلقية لدى الأطفال الرضع ومن أهمها اللي هو عدم اكتمال نمو أو ضمور حاد في الأطراف العلوية والسفلية طبعا الطفل بيكون بشبه الشكل الخارجي للفقمة من حيث أن الأطراف العلوية والسفلية بتكون قصيرة جدا مقارنة بالجسم ومن طبعا من هون أجت التسمية بالنسبة لهذه المتلازمة وأعراضها طبعا فيه بالإضافة للتشوهات الموجودة في الأطراف العلوية والسفلية فعنا بعض المشاكل والتشوهات الخلقية الأخرى من أهمها اللي هو عدم نمو أو الضعف النمو الجسمي والعقلي والفكري بالإضافة لإله التشوهات الوجه الخارجية مثل الشف الأرنبية والفتحات بصقف الحلق طبعا تشوهات الأوعية الدموية بالإضافة لتشوهات القلب والكلا الشغلة الثانية اللي هي أنه بيكون في عندي نقص في عظام جزء من عظام الهيكل العظمي ومن أهمها عظم الفخد وعظم الحض أهم العوامل الأخرى لحدوث هذا النوع من التشوه هو أخذ الأم الحامل لبعض أنواع الأدوية ومن أهمها دواء اسمه الثاليدوميد بالنسبة لعلاج متلازمة التفقم الأطراف فهو لا يوجد أي علاج لهذه المتلازمة ولكن هناك بعض أنواع الجراحات الممكن أن تنعمل الطفل بمتلازمة التفقم لتحسين نوعية الحياة من أهمها اللي هو علاج عن طريق وضع الأطراف الاصطناعية طبعا نجاح أو فشل هذه العمليات تعتمد على نسبة أو شدة التشوه الخلق الموجود إضافة لذلك ممكن برضو أن ينعمل عمليات جراحية للحالات اللي بتصاحبها الشفة الأرنبية أو فتحات سقف الحلق